اشتركوا في القناة بمناسبة ولادة ذكرى ولادة سيدنا ولانا ثامن الحججي الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في مثل هذا اليوم الحادي عشر منذ القعدة لسنة مائة وثمان واربعين للهجرة ولد ثامن الحججي من نسل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسين عليهم السلام ويكفينا فخرا قبل الحديث عن ولادته المباركة أن نعرض في هذا المقام لنسبه الوضاح ذلك النسب الرفيع المتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدر الفيض والعطاء والخير والرحمة إلى الناس جميعا فأي نسب أسمى وأجل من نسب الرضا صلوات الله وسلامه عليه صاحب الذكرى فهو ثمرة من ثمرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرع مشرق من فروعه فعلى الرغم من سنيه القصيرة التي لا تتعدى بحسب اختلاف الروايات إلى أكثر من خمسين عاما من عمره المبارك صلى الله وسلامه عليه إلا أن محطات حياته كانت زاخرة بالعطاء والفيض الإلهي الكبير ويكفينا أيضا أن نشير إلى ما أشارت إليه بعض المصادر ففي أخبار عيون الإمام الرضا بسنده للشيخ الصدوق بسنده عن رجاء ابن أبي الضحاك عن واحد من الجلاوزة التي بعثهم المأمون العباسي لاستقدام الإمام الرضا صلى الله وسلامه عليه من مدينة جده صلى الله وسلامه عليه قال والله ما رأيت رجلا أتقى لله منه ولا أكثر ذكرا له في جميع أوقاته منه ولا أشد خوفا لله عز وجل وكان لا ينزل بلدا إلا قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم فيجيبهم ويحدثهم الكثير عن أبيه عن آبائه عن علي عليه الصلاة والسلام عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلما وردت به هذا الذي يقصط الذي جاء بالإمام يقول فلما وردت به المأمون العباسي سألني عن حاله في طريقه فأخبرته بما شاهدت منه في ليله ونهاره وإقامته فقال بلى المأمون قال بلى يبنأ بالضحاك هذا خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم والفضل ما شهدت به الأعداء إذن الرضا من آل محمد هو موضوع حلقتنا ومحورها لهذا اليوم لكن ابتداءا دعوني أرحب بضيفي سماح الشيخ أحمد الحميداوي أهلنا مرحبا به ضيفا عزيزا علينا أسعد الله تعالى أيامه بهذه المناسبة المباركة أسعد الله أيامكم ولادة مولانا الإمام الرضا عليه أفضل صلاة والسلام صلوات الله وسلم افتداء سماح الشيخ كما هو المعهود عندما نبدأ مع هذه الأنوار المشرقة أنوار آل محمد صلوات الله وسلم وعليهم أن نسأل عن سيرته وحياته صلوات الله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى يا رب على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهر الإمام الرضا صلوات الله الإمام علي سمي علي وعلي عالم آل محمد كما تفضلت وكما نقلت كلام الرجاء بنضحك رجاء بنضحك طبعا سيرة كاملة والكتاب الجميل العظيم كتاب عيون أخبار الرضا ورأيته قرأته رأيا للسيدة السستاني السيدة المرجح حفظه الله في كتاب عيون أخبار الرضا يبدو أنه السيد عنده رأيه من العنوان أن العيون عيون أخبار الرضا يبدو أنها أهم أخبار الرضا صلى الله عليه وسلم وأبضلها وأصحها كما يعبر سيد بل يمكن أن يقال بأن الصدوق هذا طبعا أنا ما رأيتها لعالم آخر بل يمكن أن يقال أن الصدوق لا ينقل في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام إلا الأخبار التي يعتمد عليها وهذا الذي يناسب لفظة عين عيون أخبار الرضا نعم إذ أن الخبر العين هو الخبر الصحيح كما يذكر ذلك في علم الدراية خبر عيني يعني كأنما مجموعة هذه الأخبار الموجودة في كتاب عيون أخبار الرضا أخبارا ماذا معتبرة الإمام علي بن موسى الرضا طبعا ذا بطاقة شخصية وعلي بن الإمام موسى بن جعفى صلى الله عليه وسلم ابن الإمام الباقر ابن الإمام الصادق ابن الإمام الباقر ابن الإمام زين العابد ابن الحسين ابن أمير المؤمنين وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السلسلة حديث وسلسلة الذهب الذي ابتدأ به إلى الرسول الأعظم إلى جبرائيل إلى الله سبحانه وتعالى طبعا هذا ملاحظ أستاذ محمد في هذا الحديث نعم قد نستبق الحدث أن الإمام صلواته الله وسلامه عليه عندما دخلني الشابور وطلب من الناس أن يتحدث فتحدث بهذا الحديث وأتكلم عن ماذا لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمين من عذابي تحرك قليلا ثم قال بشروطها بشرطها وشروطها وأنا من شروطها وهذا يعطي للإمامة والولاية أهمية عظمى كبرى لا يمكن أن تقارن بها أي عبادة كأنما التوحيد لا يكتمل إلا بولاية أمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام باعتبارنا شروط من شروط كلمة لا إله إلا الله ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام طبعا أشارت إليها زيارة الجامعة أو غيرها من الزيارات لكن هذه الكلمة هذه الكلمة عظيمة في هذا المجم الإمام علي بن مسأل الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وليد المدينة المنورة وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه عندما خرج من المدينة المنورة بكى مرارا لأنه يعلم أنه سيفارق النبي صلى الله عليه وسلم بل الإمام الجواد عليه السلام بكى مرارا لأن علم أن الإمام الرضا عليه لن يعود بعد ذلك حتى أن الخادم لهم يقول له قم موفق قم لا يقم قم لا يقم حتى قم يا حبيبي يناديه الإمام الرضا عليه أفضل الصادقين كيف أقوم وأنت قد ودعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوداع الأخير بالنتيجة ابن المدينة المناور ومحبوب أهل المدينة صلى الله عليه وسلم الأم تكتم المرأة الطاهرة التي تكنى بأم البنين لذلك بعض الناس لقضاء الحوائد يقرأ الفاتح لأم البنين أم العباس وأخوته ويشرك معها أم البنين أم الإمام الرضا عليه ليسماها الطاهرة لتحدثنا في ولادة السيدة المعصوم أنها كانت عبادتها كثيرة وفي سبب رراع الإمام الرضا نقص شيء من وردها صلى الله عليه وسلم بالتالي نسبه ألقابه صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم الرضا المرتضى الصديق صلى الله عليه وسلم هذا اللي تذكر حتى في زيارته سلام عليك يا علي بن بسر صديق كذا ليكون حج على من في الأرض ومن حج من في السماء وفوق الأرض صلى الله عليه وسلم وألقابه كثيرة طبعا بعض الألقاب للأم عليه وسلم قد تكون ألقابا مثلا لبعض الطوابط مثل المتوكل يكون لقبا للإمام الجواد بعضها قد تخفى مثل هذه الألقاب طبعا عالمه آل محمد ولقبه الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم وتمنى إدراكهم حتى أن الإمام موسى بن جعفر جمع أولاده وأوصاهم بالإمام الرضا عليه السلام وقال طالما كان يقول لأبي سيخرج من صربك عالم آل محمد ليتني أدركته الإمام الصادق صلى الله عليه طبعا أيام قلائل ظاهر بين ولادته وبين شهادة جده الإمام صلى الله عليه وسلم عالم آل محمد وأي علم لعالم آل محمد طبعا مناظراته وكلامه قصوصا في مجال التوحيد قبل أن نأتي على مناظراته ويعني إن شاء الله هذا نفرد بابا آخر لكن أيضا دعنا أيضا نتحدث عن أزواجه وأولاده صلى الله عليه وسلم نعم يبدو حسب بعض العلماء كابن شهر شعوب وغيره أنه لا يوجد له ولد إلا الإمام الجوال صلى الله عليه وسلم هكذا لكن بعضهم يذكر له أولادا خمسة من البنين وبنت واحدة لكن ابن شهر شعوب وغيره باعتبارنا الإمام الرضا عليه السلام تأخر بكونه أب حتى بعضهم شك في إمامته يعني بعضهم كان يشك في إمامة الإمام الرضا عليه السلام كيف يكون إمام ولا عاقبة لهم وطالما كان يتحدث أن الإمام ولدي كيف يقول إنسان ولدي ولم يولد فكان يجيبهم وما يدرك أنه لا يولد لي ما يدرك أنه لا يولد لي ولد اللي طبعا كان أعظم بركته على الشعب باعتبار قضى على هذه الفتنة وهذه الشبهة التي كانت بولادته صلوات الله وسلامه عليه ولادة الإمام الجواد هذه الشبهة في أذهان بعض الشيء الإمام الرضا أخر لأن ولادة الإمام الجواد متى؟ نعم سنة مئة وخمسة وتسعين يعني قبل شهادة الإمام الرضا بثمان سنوات يعني قريبا الإمام بلد خمسة واربعين سنة تقريبا قريبا ثلاثة واربعين سنة حتى أولد الإمام الجواد عليه أنه تأخر كثيرا لذلك أصبح شك عند بعض الناس كيف يكون إمام وليس له ولد فبعض مصادر التاريخية تتكن أنه له خمسة من البنين بنت واحدة لكن بنت شهر شو بغي يقول لم يولد له إلا الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلام يبدو زوجته الخزيران وغيرها أن هي أم الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام بالتالي سمحت الشيخة هذا العنوان أيضا يقودنا إلى أن مرحلة أخرى عصفت بالأمة ربما أيضا كما أشرت إليه طين القضية الواقفية قضية الوقف عند إمام معين عندما كان الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قد حصل ربما عند الإمام أيضا مع الإمام الرضا أيضا صلوات الله وسلامه عليه قد حصل هذا الأمر يعني كيف كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعالجه أو عالجه الشيخ الطوسي رضو الله عليه في كتابه الغيبة ذكر بابا في الوكلاء المذمومين والوكلاء الممدوحين من ضمن الوكلاء المذمومين ووكلاء الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه أعتبر أن الإمام كان لهم موكلاء من ضمن هؤلاء بعض موكلاء الإمام الكاظم عليه السلام الإمام سجن في بغداد من قبل طاغية هارون هناك بعض الأموال توفرت لدى هؤلاء والشيطان أغرهم وخدعهم أخذوا هذه الأموال والجوال بعضهم في مصر بعضهم في مناطق أخرى من العراق وغيره فأنكروا إمامة الإمام الرضو عليه السلام قالوا أن الإمام الكاظم هو الإمام القائم الذي غابه وسيعود مرة أخرى وطبعا استدلوا ببعض الروايات الروايات طبعا تعبر عن جميع أمة أهل البيت بأنه قائم أم المحمد كل إمام من أمته هو قائم حتى أن هذا الدعاء الذي يدعى به اللهم كل وليك الحجة هذا كل إمام من الأمة عليه وسلامه من الرواية وردت فلان ابن فلان فكل إمام في عصه هو إمام قائم قائم بأمر أبيه وقائم بأمر الإمام فبعضهم تصور من هذه الكلمة القائمة أنه يقصد به الإمام المهدي صلى الله عليه وسلامه وعليه لكن لا يقصد به ماذا الإمام الحاق الإمام الحاضر والقائم بأمر الإمام هؤلاء استغلوا بعض الناس والإمام حاججهم باعتبر أننا قاعدة يذكرها حتى الشيخ الصدوق أنه ما منا إلا مقتول والإمام لا يجهزه لا يغسله إلا إمام شبه أين نشأت لا يليه إلا إمام لا يليه بمطلق أعمال التجهيز وغيره أحسن فشبه أنه الإمام الكاظم في السجن والإمام الرضا في المدينة المنورة فكيف يمكن أن يكون يجهز قال لهم من جهز سيد الشهداء من جهز سيد الشهداء في كربلاء قالوا علي بن الحسين قال أين كان علي بن الحسين قال في الأس في الحبس في سجن الكوفة قال الذي مكن علي بن الحسين وهو في الحبس أن يأتي إلى كربلاء ويجهز أباه مكن الحج الذي هو في المدينة والذي ليس في حبس أن يجهز أباه هذا طبعا من الحجج الذي يرده الإمام طبعا أراده أن يستغفل له ويستغفل الناس كما تستغفل الناس في كثير الأمور بحجج وهي لا قيمة له فالواقفة الإمام طبعا حاربها لأمه أشد المحاربة أصحابي لأمه حاربوها سميت هذا الطائفة بالكلاب الممطورة سميت هذا الطائفة لأن طبعا ولدت شرخا لكن الحمد لله قضي عليها ولم يبق لهم أثر ببركة الإمام الرضا وأمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام تعتبر وضع الحدود ونشرع علمه ولا يمكن أن يتحدى شخص سنتكلم عن المناظرات أنه لم يصمد أمامه أحد حتى هذا عمران الصابي هذا الكبير الذي ناظر جبيع المستمين إذن قبل قبل هذا سموهة الشيخ نأتي على محور آخر ألا وهو محور إمامته صلى الله عليه وسلامه عليه ومدته نعم إمامة الإمام رضا صلى الله عليه وسلامه طبعا بعد شهادة الإمام الكاظم سنة مائة وثلاث وثمانين إذا قلنا من مائة ثلاثة إلى مائة وثلاثة عشرون عاما عاصر فيها بقية حكم هارون هارون بقي إلى سنة مائة وثلاث وتسعين ثم ملك الأمين ثلاث سنوات وعدة أيام ثم ملك إبراهيم بن شكلة أي مدت تسبوعين هذا الحكم ثم ملك الأمين مرة أخرى أكثر من سنة ثم ملك عبد الله بن هارون المأمون العباس لا نستشد صلواته الله صلواته الله وسلامه بسمي ماذا المأمون العباس سنة مائتين وثلاثة في زمنه هارون نعم الإمام تكلم وخشي عليه من قبل الشيعة وعن أصحابه قالوا أنت تكلم وهذا هارون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مس أبو جهل شعر مني فلست بنبي وأنا أقول إن مس هارون شعر مني فأنا لست بإمام صلوات الله كما قال جدي رسول الله صلوات الله طبعا وهذا التشبيه تشبيه بين هارون وبين أبي جهل إن مس أبو جهل شعر من رسول الله فالنبي يقول أنا لست بنبي وإن مس هارون شعر من الإمام الرضاعلي فهو ليس بإمام لكن لم يعتبر الكثير من هذه الكلمات التي نورانية التي نشرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأنه بالتالي حفيل جده وريث جده صلى الله عليه وآله وسلم بالتالي فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعني كما تقول الروايات أنهم حججوا الله وأن لكل واحد منهم أمد وعجل وبالتالي دور لا بد أن يلعبه وأن يدركه بالتالي فلا يمكن لأي طاغية أن يتحدى يتحدى مقادير الله يتحدى مقادير الله سبحانه وتعالى حتى في قضية الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه عندما أرادوا أن يقتلوه أمهل القوم ثلاثة أيام فقال لهم يعني تمهلوا في ذاركم ثلاثة أيام بالتالي انتهوا لا يمكن أن يجاري أحدا حجة الله على أرضه ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذكرنا في قضية ربما أشرنا إليها ضمنا أن هذا الذي جاء إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وقضية المتوكل العباسي وكيف أنه كان يعاقب من يدين بدين آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويتبع الإمام الهادي أن يرميه ببركة من السبع وقضية زينب الكذابة وغير زينب الكذابة قضية هذا الذي كان يعني التركي الذي كان مع المتوكل العباسي أو مع المعتصم العباسي كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه أمانا لأنه أجار أحدا من أتباع الإمام صلى الله عليه وسلم أتاه في المنام وقال له أنك قد أدركت فلانا فاطلب ما شئت فقال له يعني أعطيني خمسة وتسعين سنة أبلغ من العمر خمسة وتسعين سنة جاء فيقول هناك شخص آخر كان معه ألا وهو الإمام يقول أمن على قول النبي الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي هذا بقي لا يخاف ولا يخشى شيئا يقول ينزل إلى الحرب بدون درع ولا سلاح قال له لماذا قال أن أمانا أعطانيه رسول الله ضمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بالإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف سفره إلى يعني خراسان ولماذا نعم الإمام الرضا عليه وسلم قدنا أغلب سنية عمره عاشها في المدينة المنورة العباسيين والأمام يستخدموا الطرق الكثيرة لصد الناس عن طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حتى أنه ممكن نسبة لجعفر الكذاب جعفر الكذاب يقولون ذهب إلى والي زمانه قال اجعل لي منزلة أخي عن الإمام الحسن العسكري فقال له هذا الشخص وهذا درسه طبعا قال إن السلطان قد عمل السيف في شيعة أخيك على أن يردهم على هذا الأمر فما استطاع فإن كانت لك منزلة عند الشيعة أخيك فتأخذها منهم وليس من السلطان لأن السلطان عمل السيف وقتل الشيعة حتى يتركوا القول برماء وليس يتركوا القول برماء لأن هذا لا ينال بناء هذا ينال من الله سبحانه وتعالى العباسيون الأمويون والعباسيون كذبوا على أهل البيت قتلوا الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حاولوا بشتة طرق ماذا أن ينقصوا من قيمة الأمة وليس يحبوا الأمة عن الساحة الساحة هم أمة القلوب صلوات الله وسلامه لم يستطعوا بادروا لقد لم يستطعوا يعلم طبعا المؤمن يقولون من الأذكياء أذكياء بن العباس وابن مراجل فهذا أراد بطريقة معينة بنظر الناس أن الأمة زهاد بعيدون عن السلطة بعيدون عن الحكم للمجربهم في الحكم كثير من الناس تتكلم بالعدل والزهد وكذا لكن عندما تصل إلى السلطة تترك هذا السلطة يعني طبعا بعضهم كان أحد الأصدقاء يقول أني أحترم رأي عبد الملك بن مروان وأحترم رأي هارون يعني كيف تحترم رأي عبد الملك قال عبد الملك بن مروان عندما أجته السلطة قال لكتاب الله هذا فراق بيني وبيني وهارون استخدم الكلمة المشهورة طبعا هي كلمة صحيح مشهورة عن هارون لكنها كلمة معاوية بن أبي سبح الملك عقيم لو نازعتني لأخذت الذي فيه عينك فلا مجال ماذا للتنازل على السلطة أرادوا أن يخدعوا الناس بهذا أن يجربوا لأم عليه هل هم مثل بقية الناس يستسلمون للسلطة للمال يسيلوا اللعاب لهذه المناصب فاستخدم هذه الوسيلة وجلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعرض عليه الخلافة في البداية والإمام أجابه بالكلمة المعروفة إن كان هذا لباس من الله ألبسك فكيف تنزل عن لباس ألبسك الله وإن كان لم يكن لك هذا اللباس فكيف تعطي ما ليس لك قطع الطريقة قطع الطريقة ألح عليه ألح عليه بطريقة خلينا أن نتوقف عن هذا الفاصل سبحانه شيخ نكمل هذا الحديث لأن هذا الحديث فيه محور خاص ومردودات هذا الحديث ولماذا وما هي أسبابه لكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين كنوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امام الباقر وهكذا فهذا ديدن ولذلك كان العم صلى الله عليه وسلم قد يعني عرفوا ما سيأتيهم من الحاكم لكن مع ذلك هم كانوا يتعاملوا بحسب الظروف الطبيعية والقضية يعني الظرف الطبيعي ولذلك خرج من مدينة جده صلى الله عليه وسلم عليه يعني بقضية ربما الخارج فيها أي أحد لكن كمقام سيدنا أولانا الإمام رضا صلى الله عليه وسلم عليه لا بد أن يكون لمن يفارق هذه المدينة بمقام الإمام رضا شأن آخر الإمام صلى الله عليه وسلم عندما غادر المدينة طبعا يوجد كتاب جميل اسمه مسايرة الإمام الرضا عليه السلام يذكر بالتفاصيل خروج الإمام من المدينة وإلى البصرة إلى غير من أماكن حتى وصل إلى الأهوات ثم إلى شيراز في بعض الأخبار ثم إلى مروا إلى وصلوا هنا ثم إلى أحاديث التي والوقاع وبعض الآثار الباقية للإمام صلى الله عليه وسلم أكيد تركت أثرا على أهل المدينة بالنسبة للإمام صلى الله عليه وسلم لكن بالنسبة لأم الماضي كما تفضلت أستاذ محمد لم يحد إليهم أحد الولاة بالحكام بولاية العهد لكن المؤمون العباس يقول لذكاء أراد إسقاط الإمام يقتل مرة الإنسان يقتل جسديا ومرة يقتل معنويا يقتل معنويا ماذا؟ أن ينظر للناس أن هذا الذي ترونه زاهدا وإماما وخاشعا وعاب إذا تولى السلطة سينسى جميع ذلك كما نسي الكثير كما نسي الكثير كما يقول عيسى عليه عليه وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام بالنسبة للذائب هذا يقتل أصحابه وكما يقول الشخص الإمام الصادق لا أعدلن قال السماء أقرب إليك من ذلك وأخوك الذي لا يغيره عليك مال ولا سلطان وكما تغير كثير من الأخوة تغير عندما جاء المال إليه والسلطان فيتصور المأمول العباس أنه مع الإمسان بشر كباق البشر من هذه الناحية ولا يعلم أنه ماذا مرتبطون بالله سبحانه وتعالى الذي لديه الجنة وسادة الجنة يطمعون بحطام الدنيا صلوات الله وسلام أراد أن يستخدم وحتى مع استخدامه هذه الخدعة ولاية العهد الإمام ماذا شرط عليه في ولاية العهد ماذا شرط عليه أن لا يولي أن لا يعزل أن لا يقدم أمرنا أن لا يقوم يعني كأنما داخلون خارجون لا يمارس أي عمل فقط الإسم واكتفى المأمون طبعا هدده المأمون هدده ماذا بسيرة سلفه سلف أي سلف هدده بسيرة عمر بن الخطاب وغيره قال له أن عمر بن الخطاب جمع مجموعة منهم جدك علي بن أبي طالب وقال إن لم تتفقوا تضرب أعناقهم وصلت الرسالة لإمام صلوات الله وسلام التقي ديني ودين أبا لابد الالتزام بذلك التزم الإمام صلوات الله وسلام وعليه وشرط عليه هذه الشروط اللطيف أنه في يوم البيع أستاذ محمد نعم هذه الرواية التي تنقل ماذا في العيون نعم وتنقل عن شخص وليس شخص غريب طبعا بالنسبة لنا في أيام عاشراء يردد اسم هذا الشخص الريان بن شبيب يا ابن شبيب نعم هذه الرواية تتحدث لكن من هذا ابن شبيب أتعلم صلتهم بالسلطة العباسي خالي المعتصم العباسي يعني ليس بعيدا عن السلطة هو ينقل هذه قصة قصة المبايعة نعم أنه عندما هكذا يقول أن المأمون لما أراد أن يأخذ البيع لنفسه بإمرة المؤمنين وللرضى بولاية العهد والفضل بن سهل بالوزارة أمر بثلاثة كراسي فنصبت لهم فلما قعدوا عليه أذن للناس فدخلوا يبايعون فكانوا يصفقون بأيمانهم على أيمان الثلاثة نعم من أعلى الإبهام إلى الخنصر نعم ويخرجون سلمون عليهم من أعلى الإبهام إلى الخنصر ويخرجون حتى بايع في آخر الناس فتى من الأنصار فصفق بيمينه من الخنصر إلى أعلى الإبهام بالعكس نعم هذا الوحيد لماذا غير طريقة المبايعة نعم فتبسم أبو الحسن صلوات الله صلوات الله لماذا تبسم يبدو كما يقول أن هذا الوحيد هو الذي بايع نعم والجميع الذين بايعوا بايعوا بفسخ العقد العقد نعم ثم قال كل من بايعنا بايع بفسخ البيع غير هذا الفتى فأنه بايعنا بعقدها مأمون فضل بن سهل مستشاهدين قوات لا يعرفون كيفية بايع الخليفة إذا أنت كنت خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وتسمي أمرك بأمير المؤمن ألا تعلم كيفية مبايعة الأمير في ذلك يقول فقال المأمون وما فسق البيع وما عقدها أه حسن قال أبو الحسن عقد البيع هو من أعلى الخنصر إلى أعلى الإبهام وفسقها من أعلى الإبهام إلى أعلى فما جاء الناس في ذلك صار كلام ناس موجودين ناس كثر وأمر المأمون بإعادة الناس إلى البيع على ما وصل وقال الناس كيف يستحق الإمامة من لا يعرف عقد البيع إن من علم لأولى بها من من لا يعلم حسن إذا طريقة المبايعة من كيفية الحكوم من كيفية العدل من كيفية الإفتاء من كيفية الإجابة على شبه الملاحدة وغيرهم لطريقة المبايعة بكونه أمير لا يعلم كيف يكون إماما لهذه الأمة كما طبعا السلف كان لا يعلمون وفاكهته وأبا لا يعلمون تفسير هذه الآية ويوم فسر في قول الله سبحانه وتعالى فبالنتيجة هذه المبايعة مبايعة سورية وليست مبايعة حقيقية ومن اليوم الأول الإمام صلواته الله وسلام أفشل هذه البيع التي لم تتم إلا أربع سنوات أقل من ذلك باعتبارنا الإمام الرامن سنة مئة أو تسعة وتسعين هاجر من المدينة إلى خراسة ثم بقي على بعض رواس سنتين باعتبار مئتين واحد أو مئتين وثلاثة نعم بالتالي يعني هذه قضية البيع وولاية العهد كما تسمى في يعني الكتب كتب التاريخ طبعا أحتاجه أستاذ الحمد ولا قطعك الإمام صلواته احتج بماذا نعم احتج بفعل نبي الله يوسف عليه السلام نبي الله يوسف نبيه النبي قال اجعلني على خزائن الأرض نعم والحاكم حاكم كان كافرا نعم وبالنتيجة لا يمكن الإشكال على الإمام الرضاء عليه السلام أنه كيف قبلت البيع ثم ملاحظة أخرى أنه من يعطي للإمام الشرعية هل الناس تعطي الإمام الشرعية وتعطي هو قوله فعله تقريه هو الحجة وبالتالي علينا الناس كما في صلح الإمام الحسن صلوات الله صلوات الله صلوات الله صلوات الله صلح الإمام الحسن وغيره وفعل الخضر هذه أفعال حجج الله وأفعال حجج لا يناقش فيها ممكن أن تسأل تستفهم أما تستنكر على ذلك لا يمكن أن تغذر هم حججوا الله وهم أولى ماذا بأفعالهم وما أعرف ماذا الله أعلم حيث يجعل رسالته طالما الله يعلم عليك أن تستسلم وتسلم ماذا لهم صلوات الله وسلامه بالتالي قضية البيع وهذا أولا أسقط بيد المأمون من أول طريقة ألا وهي كيفية البيعة هذه أسقط بيد المأمون اتجاهها لكن لو أردنا أن نأتي بصورة أعمق إلى تحليل لقضية ولاية العهد لماذا ولاية العهد ما الذي أراده يعني المأمون العباسي ربما الآن مخالف يعني يتابعنا ويقول بالتالي فأن المأمون العباسي قد أعطى جزءا مما كان يطلبه مثلا آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو أيضا المأمون العباسي قد عرض إلى أن يتنازل عن قضية يعني الولاية ولاية يعني العرش إلى ذلك ويعطيها إلى الإمام فلماذا رفض الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا أولا ثم بعد ذلك لماذا كل هذا الإشكال الذي يدار حول هذه القضية إذا كان صاحب الأمر أي الإمام الرضا هو الذي أساسا أبى أن يقبل هذه الولاية قلنا أنه هل المأمون العباسي هو صاحب الحق نحي تنصيب خليفة وإمام أبدا هذا الرجل الذي تسلم هذا المنصب بسفك الدماء ودماء أقرب الناس إليه ليس دماء أخوه الأمين فإذا كان تصرف بهذا الأمر بقتل أخيه فكم يمكن يعطي هذا الحكم الذي طبعا في أيام حياته الأخيرة ما الذي قتله قتلته سمكة سمكة في قرب طرطوس في سوريا كان الماء بارد وتتحرك وكان الماء صافيا فأراد أن يمسك هذه السمكة فقطرات من الماء جاءت على جسمه فصاح البرد البرد ثم أراد أن يخرج إلى عسكر العسكر الكبير ثم قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه هذا الذي سفك الدماء من أجوه كم دماء سفكت يحيى بن هرثب معيون فلان 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 وغير دماء العلوي التي سفكت في المناطق المتعرف هذا يمكن هذا اليد الملوثة بالدماء تسلم الإمام للإمام صلوات الله والإمام الإمامة ربانية القلافة إلهية من الله سبحانه وتعالى إما إثناء عشر مسجلين مسمين في صحيفة الزهراء وفي الروايات الكثيرة وهذه في كتب المسلمين فلا يمكن أول مؤمن عباسي ليس صادقا في هذا الأمر ولا يمكن أن يسلم هذا الأمر إضافة إذا كان المؤمن العباسي صادقا لماذا قتل الإمام رضا عليه السلام طبعا الناس تشكك أنه لم يقتل الإمام لا لا قتل الإمام رضا صبات وهذا ديدنهم باعتبار كل المحاولات التي حاول بها لإنزال لإنقاص من قيمة اللهم لم تتم إذا تكلمنا مثلا صلاة العيد إذا تكلمنا عن هؤلاء في المناظرات وغيرهم ما أراد أراد جميل طبعا يوجد كلمة أستاذ محمد المؤمن العباسي عندما جمع هؤلاء للمناظرات جمع الجاثليق الهرابي ذل فلون فلون نصطاص الرومي عمران نصطام جمعهم لمناظرات الإمام صلى الله عليه وسلم أحد أقرباءه اسمه الحسى بن محمد النوفلي الإمام سأله ما ترى في جمع بن عمك أصحاب المقالات والمشركين علينا قال يريد الامتحان يريد الامتحان ولقد بنى على أساس غير وثيق هذا المأمون يريد امتحانك ولقد بنى على قال ما هو بنائه بنائه أن هؤلاء أهل المقالات ليسوا كالعلماء هذا يتحدث الإمام ماذا قال له كلمة جميل طبعا نعم قال له أنت عراقي نعم ورقة العراقي غير غليظة تعبيرنا الشعبي يلقفها وهي طائرة طائرة بسرعة فقال أنت عراقي ورقة العراقي غير ما ترى في جمع ابن عمك علينا قال يويد الامتحان وبنى على أساس وثيق وأن أصحاب هؤلاء المقالات كما في المناظرات أستاذ محمد الآن المناظرات تحصل على القنوات هل يراد بها إحقاق الحق؟ هل المناظر عالم يحترم العلم ويحترم الطرف المقال؟ ترى سبابا وشتائم رأي ورأي آخر كما في بعض سبابا رأي ورأي آخر فإذا كان نعم في فض لكن سبابا وشتائم لا يسمى رأي ورأي آخر لكن رأيته رأي مختار رأي مختار فقال يريد البناء يريد الامتحان والاختبار وقد بنا على أساس غير وثيق هؤلاء أصحاب المقالات يغالطون الإنسان بينما يسألهم مثلا يقول لهم الله واحد قالوا صحح وحدانيته النبي مرسل أثبت رسالته بينما في أعداء يباهتونه يغالطونه حتى يغير كلامك ما يفعلون نعم فالإمام قال أفتخاف علي من هؤلاء أنت تخاف علي من هؤلاء قال لا والله لا أخاف عليك قال أتعلم متى يندم المأمون هذا المأمون الذي يجاب هؤلاء أو تعب تعلم متى يندم المأمون قال يندم إذا رآني أحتج على أهل التوراة بتوراة أحتج على أهل الإنجيل بإنجيلهم أحتج على أهل الزبور بزبورهم محتاج على الهرابدة بفارسيته هناك يندم المون ويعلم أن الموضع الذي هو فيه ليس مستحقا له هذا الموضع الذي يتسلم ليس مستحقا له طبعا وفشلت هذه الطريقة وفشلت كل هذا طبعا مع حتى المناضات مع غيرهم ليس فقط هؤلاء جاء له بهذا سليمان المروز يسموا واحد خراسان واحد خراسان وهذا ما تعبيرنا شايف حاله لأن لا أخشى هذا ابن عمك اللي قادم من المدينة علي بن موسى الرضا يخجل أمامي ولا يصمد أمامي وهذا ليس جيد في حقي قال لا أنا أريدك أن تناظره فعندما نظره الإمام الرضا صلواته الله وسلام المأمون العباسي قام يضحك عليه المأمون العباسي في المناظر كل شيء لماذا تقول هذا لماذا تخرج عن قولك السابق تكلم مسألة الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى وغيرها كل لحظة يغير رأيهم محدثة غير محدثة من شيء غير من شيء يقول المهمون العباسي ضحك من مناظره وفشل أرسل إليه هذا أبو قر المحدث أبو قر المحدث دخل على الإمام الرضا عليه السلام قال إنا روينا أن الكلام والرؤية قسمت بين نبيين من أنبياء الله فالكلام لموسى على نبينا عليه وآله كريم الله والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله كما يؤمن بعضهم أنه يكون أن يرى الله سبحانه وتعالى قال فمن مبلغ الناس من اللي بلغ الناس المسلمين لا تدركه الأبصار ليس كمثله شيء لا يحيطون به علما من اللي بلغ الناس فيأتي رجل يقول للناس عن ربه لا تدرك الأبصار ولا يحيطون بعلمه ثم يقول له أنا رأيته أما تستحون أحسنت لم تقدر الزنادق أن تقول بهذا الكلام قال أفت كذب بالروايات وهي قاعدة طانية لمن تكذب بالروايات قال أكذب بالروايات إذا خالفت القرآن الكريم إذا القرآن قال كيف أنتم تقولون أن يكونوا رؤية الله سبحانه وتعالى إذا غير ذلك من النقاجات مهم الذين قالوا عرضوا حديثنا على كتاب الله فما فوافق كتاب الله فخذوا به وما لم يوافق فضربوا به عن الحاة فهذه كل المناظرات فشلت طبعا جاءت مسألة صلاة العيد وهذا فشل آخر للمأمون العباسي أراد إخراج الإمام رضا صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وطلب الإحفاء منه لكن أصرح على ذلك قال لا أخرج إلا كما كان يخرج النبي صلى الله عليه و أمير المؤمنين صلى الله عليه و أي هيئة و أي هيبة طبعا كيف الهيئة و الهيبة له صلواته و خرج مع غلمانه و خدامه خرج مشمرا إلى نصف ساقه حافيا بيده عكاز يمشي خطوات ثم يكبر الله أكبر فيكبر معه الناس الهيئة اللي يقولون أنه المأمون العباسي قال امتهيئوا من الصباح نعم تحرك القادة تحرك الجنود وتنتظر خروج طلعة البهية لمولانا صلى الله عليه وسلم خرج بهذه الهيئة يقولون عندما بعضهم رأي الإمام الرضاء عليه حافيا نزل من دابته واستعجل حتى لفتح ماذا الرباط الاحذيته قطعها بالسكين بغيرها بالأدوات حتى يحكم المجارات المعلم صلى الله عليه وسلم حافية القدمين حيبتهم صلى الله عليه وسلم حتى حرك الإمام الرضاء يقول شعرنا كأن الحيطان تجاوبنا صلى الله عليه وصلت المرحلة إلى مأمون العباس إنه إذا وصل الإمام الرضاء إلى المصلى لن يبقى لك شيء أرجع يا ابن رسول الله الآن علمت أنه ابن رسول إمام بالنتيجة كل محاولات المأمون العباسي لسعزعة إيمان الناس بالإمام الرضاء عليه وسلم فشلت فشلت إضافة إلى ما لقاه الناس الناس كانوا يأتون للإمام كانوا يزورون للإمام دعب الغير دعب الشعراء الجلسات ضيقوا حتى زوار الإمام صلى الله عليه وسلم لكن لا يستطيعون أن يطفئوا النور هذا النور الإلهي للإمام بالتالي سماحتي شيخ كل هذا العرض ربما يعطينا قضية المركزية ألا وهو تحليل لهذه القضية قضية ولاية العهد أن الذي أراد منه المأمون العباسي أنه يسقط الإمام الرضاء صلى الله عليه وسلم في أعين الناس لكن الإمام الرضاء صلى الله عليه وسلم قد يعني علم يعني بالنسبة إلى قضية ما أراده المأمون العباسي وتصرف وتعامل مع القوم على هذا الأساس ولو علم المأمون العباسي الآن لو يخرج المأمون العباسي من قبره ويرمق ببصره مشهد المقدس صلى الله عليه وسلم يندم أشد الندم على فعلته تلك لا يرى أنه ما هو القلوب صلى الله عليه وسلم سماهة الشيخ كان من سبقه يعني قد يعني ربما قال بكل ما ربما لا بد للآخرين الذين يعني أخذوا هذا المكان أخذوا هذا هذا المنصب أو ربما نزوا على هذا المنصب قضية النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى مروان بن الحكب نزوا القرد على منبره هذا هو شكلهم أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة وعندما ندم الأول أقيلوني ولستم بخيركم وخيركم هذا يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعليون عليه أعوضل الصلاة والسلام يبشران بضحضاحا من نار وما إلى ذلك لا علم نعم من يعني ربما نزى على هذا المنصب كيف يكون مصيره قضية ولاية العهد أيضا نرجع إليها أن هناك ربما يقول أن المأمون العباسي ذكي وبالتالي أراد أن يتعامل مع الثورات التي قامت باسم العلويين آنذاك وأراد أن يعطي للإمام الرضا هذا المنصب حتى يسيطر على هذه الثورات العلوية التي عرفت عندما جاء العباسيون إلى الحكم طبيعة حكمهم وبالتالي هم أشد يعني ضراوة من بني أمية طالله ما فعلت طالله ما فعلت معشار ما فعلت من العباسيين طبعا ممكن بعض الثورات صحيح ممكن هذا أن يقال هذا الكلام ومنها ما يقال ثورة زيد زيد النهار بن الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم في البصرة في البصرة هذا الأخو الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى الإمام طبعا سجن في فترة وهو أريد أن يقتص منه وسبحان الله أحد الأشخاص أرسل أرسل لهذا السياف وقال له أنت قد لماذا تذهب بتمه طالما الخليفة لم يأمرك فقط تترك أخرج وأرسل الإمام رضا عليه السلام فالمأمون العباسي يعاتبه طبعا العجيب شجاع ويمزح كثيرا شجاع بطل قال أنت تركت بيوت بني أميه وجعت أحركت بيوتنا قال المرة القادمة إذا بدأ سأبدأ ببيوت بني أميه ثم أتي إلى بيوتك المهم كلمه الإمام رضا يعني في يد الطاغية عند الطاغية مع ذلك يقول له هذا الكلام فكلمه الإمام الرضا عليه وبقه توبيخا شديدا طبعا هو بقي طال عمره حتى زمن كان ينادم المنتصر العباسي يعني بقي في سامرة طبعا ينقل له في منطقة الدوانية قبر يسمى زيدل نار ابن الإمام الكارم صلى الله عليه وسلم لا ليس قبره نمع قبره في سامرة مهم الإمام الرضا عليه السلام صلى الله عليه وسلم وبقه توبيخا شديدا وقال له كلمة قال أغرك قول سفلت أهل الكوفة أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم ذريتها على النار ما هذا إلا للحسن والحسين خاصة قال أنا أخوك قال أنت أخي ما أطعت الله أبوك موسى بن جعفر يتعوى الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة وأنت تعصى الله سبحانه وتعالى بعتبا أنت تريد أن تخرج لكن بيوت الناس لماذا تحرق بيوت الناس ليس من سياستهم صلى الله وسلامه عليه قال نوح عليه أفضل الصغر نفى ولده لما خالفه وعصاه فكذلك أنت أخي فهذا قاعدة أنت أخي ما أطعت الله سبحانه وتعالى إذا أطعت الله أنت أخي أما أنت عصي الله وتدعي أني أخوك مهم عفى وعفي عنه ببركة الإمام الرضا صلواته الله صلى الله طبعا وبركاته كثيرة عليه أفضل الصلاة والسلام بركاته إذا انتهينا من هذا المحور أستاذ محمد بركاته كثيرة الإمام الرضا عليه السلام حتى أن الطبرسي شيخ الطبرسي يذكر في كتاب إعلام الورد شهدت من البركات للإمام الرضا والكرمات من الكثير نعم وتيقنت منها يعلق عليك الحر العام لي يقول وأنا أيام مجاورتي شهدت وتيقنت من هذه البركات يعلق على كلام الشيخ العباس يقول وأنا كذلك جاورت الإمام الرضا وشهدت البركات والكرمات منه صلوات الله إن شاء الله سنشهد البركات للإمام صلى الله عليه وسلم هذا فيها دقيقة لو انتهى الوقت شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على ما تمضلت به من حسن الإجابة قضى الله لنا ولكم الحوائج ببركة صاحبي الذكرى الإمام عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شكرا جزيلا لكم كذلك عزيزي المشاهدين هذا شكر ونصلون إليكم إلى لقاءة أخرى نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى الله وبركاته